أهلا بكم وفيديو جديد يريد قبل ما نبدأ الفيديو تشتركوا في القناة وتفعالوا الجرس علشان نكون على تواصل لعنة الجونا إصابات كورونا تضرب جميع الفنانين ومطالبات بمحاسبة رجل الأعمال نجيب سويرس بعد الاحتفال والتزاين بالفساتين وإعلانهم أنهم قبلوا تحدي وجودهم في مهرجان الجونا السينمائي وجدوا أنفسهم أمام تحدي جديد وهو هلع العدوى من الإصابة بفيروس كورونا وكأنها كانت فكرة غائبة عن عقولهم فتتوجه أصابع الاتهام لإدارة مهرجان الجونا بعد الإعلان عن عدة إصابات متتالية بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة وشهد الوسط الفني خلال الأيام الماضية إعلان إصابة فنانين عدة بفيروس كورونا فور عودتهم من مهرجان الجونا السينمائي بداية أعلن مغني الرابويكز عبر حسابه على إنستجرام عن إصابته بفيروس كورونا وكتب عبر الإستوري الخاص به يا جماعة أنا حللت كورونا وطلع إيجابي أنا في الجونا بقى لي فترة واحتكيت بناس كتير فأرجوكم أي حد احتكبية في الفترة دي يعزل نفسه ويحلل ربنا يعفينا كلنا وذلك بعد إحيائه إحدى الحفلات الخاصة خلال مهرجان الجونا السينمائي كما أعلنت الفنانة سارة عبد الرحمن إصابتها هي الأخرى بفيروس كورونا عبر حسابها على فيسبوك بعد عودتها من المهرجان في دورته الرابعة وكتبت أنا عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف يرب هون على أي حد عنده أو عندها كورونا ويرب يشفي الكل كما أعلنت أيضا مصاممة الملابس ريم العدل عن إصابتها بالفيروس عبر حسابها على فيسبوك عقب عودتها من المهرجان الجونا وكتبت ريم رغم أني ما عنديش أي أعراض خالص ولأن الاحتياط واجب ومسئولية في الظروف دي عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف وأعلنت الممثلة المصرية زينب غريب بالأمس عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد حضورها المهرجان وشاركت زينب عبر خاصية الاستوري على حسابها على موقع انستجرام تحذيرا لأي شخص تعامل معها بشكل مباشر أن يأخذ التدابير الاحترازية للوقاية من الفيروس متمنية أن تكون كل الناس بخير كما أعلن الإعلامي معتز دي مرداش عبر حسابه الرسمي لموقع التواصل عن إصابة السناي أحمد داود وزوجته الفنانة علا رجدي وكشفت الفنانة بسمة عن تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا عبر حسابها الرسمي فيسبوك لتعلن أنها منذ أكثر من أسبوع معزولة تماما بعد خضوعها للتحليل ورغم ذلك إلا أنها إلى الآن لا تشعر بأي أعراض جراء إصابتها وكتبت قائلة بقالي أزيد من أسبوع معزولة لأن نتيجة تحليلي كانت إيجابية الحمد لله تقريبا مفيش أعراض أول معرفة بلغت الأشخاص اللي خلطتهم وهم بدورهم أجروا التحليل مفكرتش أكتب بوست على سوشيال ميديا لإني فعليا أعلنت للأشخاص المحطين بيا وده يكفي بشدة في إشارة منها لعدم الإعلان عن إصابتها مبكرا ومن ناحية أخرى نجد فنانين وفنانات أصابتهم كورونا وتعافوا منها ولكنهم حرسوا على التواجد في مهرجان الجونة السينمائي وأجرى كل من الفنان يسرى والفنان شريف منير والفنان هاني رمزي وزوجته والفنان أحمد السأة وزوجته الإعلامية ماها الصغير مسحى للتأكد من إصابتهم من عدمها بعدما تسلل هاجس العدوى إلى صدورهم بعد الإعلان عن إصابة العديد ممن تواجدون في المهرجان ومن ناحية أخرى كشف الفنان أحمد داود حقيقة إصابته وزوجته الفنانة على رجل بفيروس كورونا بعد إعلان عدد من الفنانين إصابتهم بالفيروس وكتب داود في تدوين عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر مستغرب جدا من الأخبار المنتشرة بتأكيد خبر إصابتي أنا وعلى بكورونا قائلا إذ كان إحنا لسه مش متأكدين حضرتك عرفت منين عيب على كل اللي نشر الخبر من غير ما يتأكد يذكر أن هناك عددا من الفنانين أعلنوا إصابتهم بعيد عن الجونا منهم نشوى مصطفى التي أعلنت إصابتها بالفيروس رغم أنها لم تسافر إلى مدينة الجونا ولكن حالتها الصحية تدهورت وطالبت من وزارة الصحة الدعم وبالفعل استجابت لها بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية وأيضا نجل الفنانة وفاء صادق قائلة ابني رجع من الجامعة انبارح تعبان جدا النهاردة عنده أعراض إسهال شديد وحرارة وصدع مش قادر يتحرك من مكان وحرفيا أرجوكم المضطر ينزل بالكمامة الكمامة ثم الكمامة ضروري ربنا يسترها على الجميع وخضعت الفنانة يسرى لتحليل كورونا مرتين وجاءت النتيجة سلبية